اشتركوا في القناة 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 هل تعرفون اساسا ما هو النسيان؟ ايها الاطفال ما هو النسيان؟ هو نسيان عمل نعم أعزائي اشتركوا في القناة نسيان ماذا؟ لكي تعرفوا أحد نماذج النسيان المهمة في التاريخ تعالوا لنتابع معا قصة هذه الحلقة فلنشاهد ولنستمع إلى القصة مع الصلاة على محمد وآل محمد اكمال الدين كانت السنة التاسعة للهجرة وأصبح أصبح أكثر الناس في الجزيرة العربية مسلمين ولم يعود عباد الأصنام المشركون أقوياءك السابق وحل شهر ذي الحجة الحرام وأمر النبي المسلمين بالاستعداد للذهاب إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج المقدسة في تلك السنة ذهب مع النبي عدد كبير من الناس إلى الحاج وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وستين سنة أدى المسلمون مراسم الحاج وقرر كل منهم العودة إلى دياره وفي وسط الطريق وصلوا إلى منطقة اسمها غديرهم فأمر النبي المسلمين أن يتوقفوا ويصنعوا له منبران ثم قال قولوا للذين ذهبوا أن يعودوا فعاد المسلمون كلهم فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر أو المكان المرتفع وأخذ بيد علي بن أبي طالب ثم التفت إلى المسلمين وقال لهم أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا أمر الله تعالى الذي أوحاه إلي وقد أطعت الله وبلغتكم وقد اكتمل دينكم ثم يدعى النبي لعلي وقال اللهم انصور من نصره واخذول من خذله ثم انطلقت جميع كل إلى مدينته ودياره وكانت سفرة الحج هذه آخر سفرة حج للنبي لأنه افضر إلى ملازمة فراش المراب بعد شهور معدودة حيث أصيب صلى الله عليه وآله بالسم ويوما بعد يوم كانت آلامه تشتد وتزيد حتى رحل عن الدنيا مسموما شهيدا وبعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله إن شاء الله يمير المؤمنين عليه السلام بتخسيره وتكفينه ودفنه والصلاة عليه سارع المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ونصرة الرسول إلى الاجتماع في محل اسمه السقيفة وهناك مارس الحيلة والخداع والقوة وغصبوا الخلافة من الإمام علي عليه السلام واجبروه على البقاء في بيته والسكوت وباستثناء عدد قليل جدا من الشيعة تناسى كل الناس أحاديث ووصايا رسول الله صلى الله عليه وآله بحق علي بن أبي طالب عليهم السلام وضايع الذين أخذوا الخلافة بالخديعة والقوة وخذلوا إمامهم المعصوم وغفلوا عن حديث نبي الإسلام في غدير خم حيث قال اللهم منصر من نصره واخذل من خذله وهكذا خسر المسلمون وغيرهم خلال التأريخ ومنذ نسيانهم وتناسيهم لحق علي دينهم ودنياهم وسيطر عليهم الحكام الظالمون حتى هذه اللحظة هذه اللحظة نعم هذه كانت قصة غدير خم أيها الأصدقاء هل نسي المسلمون كلاما نبي أم تناسوه وتظاهروا بالجهل هذا ليس نسيانا صحيح صحيح تماما لأن النسيان ألا يتعمده الإنسان ولكنه حينما يكون عالما بالأمر أو كان هناك من يذكره دائما أو كان الشيء أمام عينيه دائما فهذا لا يسمى نسيانا أبدا والأمر غير مقبول أن يضع الله ورسوله علينا حجته ونحن نراه ثم نقول إننا نسيناه أعزائي الرياحين إننا نشكر الله دائما وكثيرا لأنه جعلنا من أتباع دين الإسلام وأهل البيت عليهم السلام ونحن نعتز أيضا أن عندنا قائد وإمام مثل علي بن أبي طالب عليهم السلام نرجو أن لا ننسى أبدا الدروس التي تعلمناها من النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين آملين أن ينصح بعضنا بعضا إلى فعل أعمال الخير دائما أعزائي شارف وقت الحلقة على النهاية حتى حلقة أخرى من حلقات برنامج رياحين الجنة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى أنتم ملاذي في يوم الحساب يا لقاها يا عدل الكتاب نروا إلىكم يهدي للصوار يا لقاها يا عدل الكتاب نروا إلىكم يهدي للصوار ما ليسواكم أبغي رضاكم ما ليسواكم أبغي رضاكم أنتم ملاذي في يوم الحساب رياحين الجنة ما ليسواكم أبغي رضاكم جميعا يا عدل الكتاب رضاكم شكرا